صحة وسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي صحة وسعادة برنامج عبارة عن نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده نستقبل فيه آراءكم وطموحاتكم واستفساراتكم وملاحظاتكم واقتراحاتكم وكل ما يعني يطرح في المجال الصحي والطبي في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام وعلى المستوى العالمي كذلك إذن هي ساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى وأطيب التحيات مني محدثكم حمود يوسف ومن الإخراج لساد عيسى سبيل وهذه تحيات فريق الإعداد بقسم الإعلام بإدارة التصال والتسويق المؤسسي عموما مستمعين في هذا الصباح تطالعنا الصحف ووكالات الأنباء بأخبار بعضها يبدو أنه طريف والبعض الآخر يكون جاد جدا وخلونا نبدأ معاكم بالأخبار الجادة في عنا خبر يقول تطبيق يساعد على اكتشاف أعراض السرطان تفاصيل الخبر تم أطلاق تطبيق جديد يساعد الأطباء في التعرف على أعراض السرطان لدى المرضى المشتبه بهم ويحتوي هذا التطبيق على دليل إرشادي سريع للعاملين في مجال الصحة يشمل معلومات عن الأعراض والعلامات والصور للأشياء التي ينبغي البحث فيها للكشف عن السرطان أجارنا الله هو إياكم وهذا التطبيق متاح للتحميل المجاني من خلال متجري تطبيقات أبل وغوغل بلاي وأقرت الحكومة اسكتلندية تطوير التطبيق كنسخة من إرشادات الإحالة للمشتبه بإصابتهم بالسرطان في اسكتلندا وجرى تطوير هذا التطبيق من قبل المركز الاسكتلندي لتمكين التكنولوجيا ومقره جامعة غرب اسكتلندا ويمكن تحديث التطبيق بسمرار في حال توفر شبكة لاسلكية واي فاي ليقدم لمستخدمين أحدث المعلومات في أسرع وقت ممكن ويمكن استخدامها أيضا على الهواتف دون الاتصال بالإنترنت هنا أنا بعد بحاول أتصل في الجماعة المعدين اللي حطوا لي هذا الخبر لأن ذكروا كل تفاصيل التطبيق ما عطونا اسمه ف فيا جماعة الخير تسمعوني أدريكم تسمعوني الحين أبغي اسم التطبيق عموما الخبر الطريف أو الغريب نوعا ما هو يدور يعني حول سؤال مهم كم ستكلف عملية زرع الرأس عموما التفاصيل تشير إلى أن الجراح الإيطالي سيرجيو كنافيرو ما بكنافارو ما المنتخب إيطاليا لا هذا كنافيرو أعلن كلفة عملية زرع الرأس التي سيجريها للمبرمج الروسي المعاق سيبردونوف في نهاية السنة المقبلة وقال إذا أجريت العملية في الولايات المتحدة فسوف تبلغ تكلفتها ما بين 15 إلى 50 مليون يورو أما إذا أجريت في روسيا فسوف تقل أقل من 10 ملايين يورو يعني مبلغ كبير عموما حسب المعطيات التي بحوزته يتضمن هذا المبلغ أجور 42 جراح وعشرات الخبراء الذين سيشاركون في العملية وسيعملون على مدى 24 ساعة يوميا أما بقية المبلغ فسوف تنفق على صنع أجهزة ومعدات طبية خاصة لتقطيع الألياف العصبية ولسقها وغير ذلك من الأمور وأشار الجراح سيرجيو كانافيرو إلى أنهم مستعدون لاستقبال التبرعات والاستثمارات وأقول الاستثمارات لأن المقصود ليس تغطية نفقات أول عملية جراحية في مجال زراعة الرأس وحسب بل المساهمة في تحقيق طفرة تكنولوجية في مجال الطب المستقبلي يذكر أن الموعد المقرر لإجراء هذه العملية للمبرمج الروسي فاليري الذي يعاني من مرض جيني نادر يمنعه من الحركة هو شهر ديسمبر كانون الأول 2017 و 17 إذن يعني المسألة مو مسألة عملية والسلام لا هي مسألة يعني انقاذ معظم الرجال من الصلاع فاللي حاب يشارك في هذا الاختراع يلا تبرعوا خلنشوف يمكن سبحان الله يكتشفون يعني علاج جديد والواحد يتطمن على مستقبله عموما يقولون دائما الصلعان أكثر ذكاء من اللي عندهم شعر ما أدري يمكن صح يمكن غلط لكن ما في شي علمي في هذا المجال مستمعينا نحن متواصلين معاكم في هذا البرنامج وعندنا العديد من المحطات القادمة ومثل ما ذكرنا أن هذا البرنامج منكم وإليكم نستقبل فيه أراءكم واتصالاتكم وملاحظاتكم سواء عبر الاتصال على الرقم 6-0-0-5-5-1-4-1-4 أو من خلال الرسائل النصية على الرقم 4-0-0-6 بعد الفاصل نحن عندنا موضوع جميل ما نطرحه موضوع في الكثير من الأمور اللي حقيقة نتوجه فيها إلى ذوي الاحتياجات الخاصة بيكون عندنا ضيف سعيدين بتواجد معنا اليوم وبيرد على استفساراتكم وآرائكم وأيضا إذا كانت هناك بعض الاقتراحات في مجال الموضوع هذا نتمنى مشاركتكم نتمنى تفاعلكم معنا في هذه القضية أيضا مستمعين كذلك أحب أذكركم بأن البيان الصحي اللي صدر يعني بالأمس مع جريدة البيان يحوي العديد من المواضيع اللي تفيد مختلف شرائح المجتمع سواء ربة البيت ولا المرأة ولا الرجل ولا الطفل يعني فيه وايد مواضيع تم طرحها في هذا الملحق واللي حاب يطلع على الملحق إلكترونيا ممكن أنه يدخل على الموقع www.albyan.ae بيحصل هناك في لينك أو بوابة اسمها البيان الصحي يضغط عليها وبيحصل كل المواضيع الخاصة بهذا العدد والأعداد السابقة طيب نحن نطلع فاصل علشان نرجعلكم مع ضيفنا اللي بيكون معانا في الاستوديو الدكتور خلدون نبهان نائب رئيس اللجنة الطبية العامة في ادبي فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء من برنامج صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائما والمتألقة إذاعة نور دبي مستمعين للتواصل معنا في البرنامج يمكنكم الاتصال من الاتصال على الرقم 6-0-5-5-5-1-4-1-4 أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4-0-0-6 عموما نحن قبل الفاصل وعدناكم بأن ما نتحدث عن ذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا يشرفني أن يكون معانا في الستوديو الدكتور خلدون نبهان نائب رئيس اللجنة الطبية العامة في إمارة دبي ما نتحدث حقيقة وما نذهب إلى ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم البالغة حيث تقوم اللجنة الطبية العامة في دبي بالعديد من المهام والمسؤوليات المتنوعة والتي من بينها منح تصاريح المواقف لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات وضمن إجراء وضوابط ومعايير معينة تم وضعها لهذه الغاية في البداية حياك الله معنا دكتور خلدون ويعني يليت نتعرف قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع على مهام اللجنة الطبية العامة في دبي بشكل مختصر قبل الذهاب والغوص في موضوعنا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم نشكر بداية للأخ الصديق العزيز للأخ محمود على استضافتنا لنا في برنامج ونشك إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في هيئة الصحة في دبي على نشر مواضيع صحية ذات اثمام للمجتمع كافة نحن في اللجنة الطبية العامة تم تأسيسها بناء على قانون إدارة المواد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006 اللجنة تم إنشاءها بقرار 269 سنة 2007 اعتماد المسلمات أو أعضاء اللجنة الطبية العامة في مارت دبي في شهر يوليو 2015 تم إعاد تشكيل اللجنة الطبية العامة بالقرار لإدارة رقم 29 من معالي حميد الإقطامي رئيس مجلس إدارة هيئة صحة دبي مهام اللجنة الطبية العامة باختصار ننظر بأولا المهام الموجودة في قانون إدارة الممتد شريح حكم تدبي اللي هي الترخيص بالإجازات المرضية مدة خمس أيام عمل متصلة أو الإجازات غير متصلة إذا تجاوزت خمس عشر يوم من مهام اللجنة بعد ننظر في الإجازات الممتدة أكثر عن ستة شهر وننظر إما بتمديد الإجازة المرضية مدة ستة شهر ثاني أخرى أو حالة الموظف لجنة المعاشات أو إنها خدمة إذا كان من غير المواطنين النظر أو اعتماد إجازات الأمراض المعدية ومهام اللجنة تم إضافتها صراحة للأسبوع لطاف معاري رئيس مجلس الإدارة تم تفويض اللجنة بالنظر بإجازات المرافقين الإجازات الاستثنائية مرافقة الأقار والعلاج داخل وخارج الدولة لموظفين هيئة صحة الدبي هذا بالنسبة للمهام للمناطب قانون إدارة المواد البشرية هني دكتور يعني شو الفرق ما بين المرافق داخل أو خارج الدولة هل يعني تعطون إجازات للمرافقين لداخل الدولة هو القانون أو المشرع في قانون إدارة المواد البشرية صنف مرافق داخل الدولة وخارج الدولة كالتالي إذا كان مرافق داخل الدولة فهي صلاحية تكون بس للمرافق من الدرجة الأولى فقط والإجازة تكون مدى شهرين الأخ الأخت الأخ درجة ثانية الأب الأب الدرجة الأولى طبعا بين الزوج والزوجة ما في درجة هي نفس الدرجة فأب الزوجة وأم الزوجة يعتبر درجة أما خارج الدولة المشرع أعطاهم لين الدرجة الثانية ولمدة ثلاثة أشهر الإخوان والخوات من الدرجة الثانية دفتور نعم درجة الثانية طي فيجوز للشخص مثلا مرافقة أخ الزوجة يعتبر من الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة شريطه طبعا العلاج ما يكون متوفر في الدولة وهذا الحمد الله تم تفويض للدولة هل هناك بعض الاستثناءات أو يعني الاطلاع لمثل هذه الحالات بيروح القانون دكتور نعم تم مثلا في حالات بالنسبة المعاقين على الموضوع اليوم مثلا شخص هو معين لأخته واخته وياه فيضطر أن يصير وياها مراجعة في المستشفيات سواء في دبي أو خارج جمارة دبي فتم رفع هذه الحالات تعتبر حالات استثنائية استثنائية لكن القانون ما أعطانا صلاحية نرفعها لسعادة المدير العام ويتم استثناء بعض الحالات هذه حسب الجهة العمل اللي يعمل فيها الموضوع جميل طيب خلنا نرجح حق موضوعنا دكتور ما دل عندك إضافة ثانية تبغي تضيفها في هذا الموضوع النقاط الثانية اللي تم إضافتها اللجنة الطبية العامة اللي هو حاليا عندنا ثلاثة أشياء نحن بالتعاون مع عملية إدارة ترخيص السائقين في تطرق المواصلات ننظر في تصاريح المواقف الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وهذا كان في القرار الإداري رقم ثلاثمية خمسة واربعين سنة ألفين وثمان من مهام الثانية نحن بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع وننظر في تصاريح أو بطاقة سند لذوي الإعاقة فاللجنة الطبية العامة هي لتحدد هذا معاق وتصنيف الإعاقة حركية نفسية نمائية ويتم إصدار بطاقة سند من هيئة تنمية المجتمع بعد الترخيص من اللجنة الطبية العامة وشيء الثالث تم إضافة للجنة من ثلاثة شهر بالتعامل مع هيئة تطرق المواصلات إدارة ترخيص سائق المركبات ونشكر للأخ عيسى الأميري في الإدارة نتم إحادة موضوع تضليل المركبات والمخفي كما نسوي نسمونا في المجتمع للجنة الطبية العامة للجنة الطبية العامة لسبب مرض سواء عيون أو جلدي أو أعصاب أو جراح التجميل أو إلى آخر فمن قدم الطلب يصير هاي تطرق المواصلات يقدم الطلب ونحن ربطنا إلكترونيا والحمد لله نرد خلال 24 ساعة ويتم إصدار الترخيص من الهيئة الترخيص المصرح به هو 50% شامل جوانب خلفي وأمامي 30% هذا عن طريق شرطة دبي تم الترخيص وهذه ممكن يعني لدواعي صحية من يدرب لأ لازم يكون في أسباب صحية على أساس أن يأخذ مثلا هذه التصاريح الإخوان فهي طرق المواصلات شافوا أن موضوع عمليا هو عمليا موضوع صحي ولسلامة المجتمع في حالات مرضية فعلا تستوجب للشخص ما يتعرض خاصة حالات مثلا العصاب اللي عنده نوبات من الصرع أو الآخر ففعلا أشعة الشمس تأثر عليه فممكن هو سائق أن تيلى نوبة من نوبات هذه بسبب أشعة الشمس خاصة في فترة الصيف في أثرع لكن وللأسف في حالات ما كانت حالات مرضية وتم إصدار التصاريح فالجماعة في طرق المواصلات طلبوا من اللجنة نظر فيها والحمد لله نحن بس من شهرين بدنا رسميا ننظر في الطلبات هذه تعاون مع هذه طرق المواصلات طيب دكتور يعني هذه الجوانب الخاصة بمنح بعض التصاريح للحالات الصحية الآن بالنسبة لدول احتياجات الخاصة خلنا نتحدث عن دور اللجنة في منح تصاريح مثل المواقف لدول احتياجات الخاصة شو هي الإجراءات بالتفصيل دكتور لمنحهم مثل هذه التصاريح أولا يقوم مقدم الطلب بتقديم الطلب لهذه الطرق المواصلات إدارة ترخيص السائقين في مؤسسة ترخيص الجماعة يرفعون الطلب عندنا طبعا هالإجراء متبع من 2009 تقريبا مجموعة طلبات اللي تم رفع اللجنة الطبية العامة 2009 كان إجمالي 740 وفي 2015 كان إجمالي الطلبات 546 طلب مش شنو فاللجنة الطبية العامة من 2009 لين 2015 نظرت في 3347 طلب لدول احتياجات الخاصة أنواع الإعاقة وهني تميزت بالتعاون طبعا مع هذة طرق المواصلات صنفوها فيه عندنا الإعاقة الدائمة الإعاقة المؤقتة والأمراض المزمنة وكبار السن كبار السن تم أخيرا اعتماد أظن فوق 60 سنة وهذا شيء داخلي في الـ RTA إنه فوق 60 سنة الشخص اللي كان عنده طبعا رخصة رخصة السواقة وهو يركب مركبة وصل لسن معين ما يقدر يسوق فيعطونا ترخيص أو إعاقة كبار السن طبعا هو فيه فرق في الألوان في التصاريح هذه بالنسبة لجنة الطبية العامة نحن ننظر بتعرفنا على هذه الألوان دكتور نعم أظنه هو في اللون الأخضر والأزرق اللي هو الإعاقة الدائمة الأخضر إذا ما أظنه هو للإعاقة المؤقتة وفيه بعد الأمراض المزمنة الآن بالنسبة للجنة الطبية العامة نحن رئيسيا أو الأساس ننظر في الإعاقة الدائمة وهذا المهم بالنسبة لنا لأن المزايا تفرق يعني مثلا بالنسبة الأمراض المزمنة هو مصرح بأنه يبركن بس في المواقف في المنشآت الصحية والأمراض المزمنة نذكر منها مثلا الناس تعاني فشل كلوي وعندها غسيل كله في المستشفيات أو الناس اللي عندهم مثلا جلسات علاج كيماوي أو العلاج الطبيعي هاي كلا تعتبرنا الأمراض المزمنة فيحق للشخص أنه يستخدم مواقف الإحتاجات الخاصة في المنشآت الصحية في المستشفيات والمراكب الصحية بالنسبة للعاقة المؤقتة وهذا يمكن شيء في المجتمع ما تعرفه العاقة المؤقتة أي شخص يقدر يقدم لها إذا تعرض مثلا لحادث أو كسر معين الكسر هذا خد منه تقريبا إجازة مرضية 6 شهر أو الآخر هي يضطر أنه مثلا يسوي علاج طبيعي لمدة بعد شهرين أو 3 شهر يقدر يقدم طلبة عاقة مؤقتة اللي عادة نعطينا مدة سنة لين الشخص يعود ويقدم تقرير بعد سنة إذا حابلنا يجدد أو أنه يرجع يمارس عمله بدون استخدام المواقف الخاصة طيب دكتور في ذكرت أنت أثناء الحديث هناك تصاريح يتم منحها بمختلف المواضيع أنت ذكرت موضوع التضليل أو التلوين ذكرت موضوع المواقف في أشياء ثانية دكتور سند وهذا شيء مهم اللي هو مبادرة الشيخ حمدان بن محمد بخصوص مدينة مدينة الجميع فهيئة تنمية المجتمع توصلوا إيانا بخصوص منح وطاقات سند طبعا طاقة سند للدول إعاقة لها امتيازات واحدة منها حصول الشخص على مواقف دول احتياجات خاصة فنحن يوم توصلنا مع هيئة تنمية المجتمع حضرنا أو أدرنا اجتماع ثلاثي بيننا وبين هيئة الطرق والمواصلات وهيئة تنمية المجتمع القصد أن الشخص يتجنب يسير على هيئة تنمية المجتمع ياخد بطاقة سند وبعدين يمر مرة ثانية هيئة طرق والمواصلات ياخد بطاقة تصريح المواقف فالتمنى الاتفاق أن إذا الشخص خد سند وبي ديفولت ياخد تصريح استخدام المواقف الخاصة طيب هنا أنا أريد أن أعلق دكتور أن استخدام مواقف المعاقين يعني السلوك للأمانة السلوك لا ينم عن أي مسؤولية مجتمعية بشكل شخصي أيضا هناك المخالفات على هذا الموضوع مخالفات كبيرة سواء ترصدها شرطة دبي أو هيئة الطرق والمواصلات وأيضا هناك يعني أنا أتذكر كان فيه خبر أن شرطة دبي نشرت يعني مجموعة من الرادارات أو الكاميرات التي ترصد مثل هذه المخالفات في هذا المجال فأتوقع أن ما أدري إذا زادوا جيمة المخالفة أنا ما أعرف كم هي المخالفة إذا تحضرك دكتور بس أنا اللي عرفه كان قيمته ألف درهم وأربع نقاط سود بيوسف صراحة طرق لموضوع جدا مهم يمكن الناس التي تستخدم المواقف ما ترأي عدد المعاقين موجودين في الإمارة حسب إحصائيات هيئة تنمية المجتمع وأقول هذا المجتمع عامة عدد المعاقين في الإمارات يقارب 12 ألف فأنت قبل أن تفكر تستخدم هالمواقف في جماعة تغير إن فيه واحد فعلا مبتور أو واحد عنده ولده عنده داون سندروم أو معاق أو مرض جيني أو عنده سرطان في الدم من الحالات فعلا ليأخذ هالمواقف فأريت يعني الأخوان وهذه رسالة أوجهها للأخوان في شرطة دبي المخالفة الصادرة بخصوص هالفئة من المجتمع المفروض تشدد لأقصى درجة ما نقول للحبس لكن فعلا في مثلا وأقول إحصائيات 3347 ترخيص مواقف دبي احتاجات خاصة خلال 6 سنوات فممكن تتخيل عدد الناس اللي فعلا يستخدمون هالمواقف بأحقية سواء أمنية أخلاقية صحية وفعلا هالناس بس فكر في حالة أنه ما يقدر يمشي في مرة 10 أمتار على بعض ولا حق أنه يطلع من بيته لا حق أنه يصير مراكز تجارية لا حق أنه يشوف يختلط في المجتمع وبسبب أنه شخص مو بقادر يمشي أو ما يبقى عملي مو بقادر وما يبقى يمشي يستخدم المواقف وللأسف هذا سلوك انبت فما يحسن من صورة المجتمع والدولة وإسعاد الناس وتوجهات الشيخ محمد بن راشد فياريت الجماعة في شرطة دبي يشددون في العقوبة وياريت الأخوان يأخذونها شي بعين الاعتبار دكتور أنا عندي مجموعة محاور وأتطرق لها لكن مخرجنا يبغيني أسعد بإذن أنا أطلع فاصل عيسى سبيل نحن نرجع بعد الفاصل ما استكمل الحوار مع الدكتور خلدون نبهان ناب رئيس اللجنة الطبية في إمارة دبي وأيضا ما نفتح المجال كذلك لبعض الأسئلة اللي موجودة عندنا على السيستم أو النظام واللي أيضا خلال الفاصل يبغي تطرش بعد أي سؤال على الرقم 4006 فاصل وما نرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله وأوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي مستمعين قبل الفاصل كنا قد توقفنا للحديث عن بعض الضوابط الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ضمن نطاق عمل اللجنة الطبية العامة في إمارة دبي والتي يعني نستضيف أحد أعضاءها أو نائب رئيس اللجنة الطبية العامة بدبي دكتور خلدون نبهان دكتور خلدون قبل الفاصل نحن تكلمنا حقيقة عن العديد من الضوابط في هذا المجال الآن عندي بعض الأسئلة اللي وردت من المستمعين أحد المستمعين يقول أنا والد لطفلة معاقة حاملة لهوية الشؤون الاجتماعية دبي هل مشمولة بسند؟ نعم حاليا هيئة تهمية المجتمع أصدرت بطاقة سند مثل ما قلنا عن طريق اللجنة الطبية العامة يتم تصنيف الحالات الآن تعريف الإعاقة خلنا نعرف للمجتمع طبعا الشخص اللي أرسل الرسالة هو طبعا يستحق بطاقة سند عن طريق توجهة لهيئة تلمية المجتمع والجماعة هناك بموجب البطاقة اللي عندها بيحاولون التقرير الطبي عندنا أو إذا كان مثلا إعاقة خلقية أو جينية يتم اعتمال بطاقة سند من صوبهم لكن تعريف الإعاقة كنهو مصطلح ونرجع لمنظمة الصحة العالمية والأشخاص هو كل من يعاني من عها طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنع لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين من الإعاقات التصنيفة في عندنا إعاقات ذهنية إعاقات الحسية اللي هي مثلا السمع والبصر أو الاثنان المجتمعين أو الإعاقات النمائية بالنسبة للتوشوهات الخلقي أو الأطفال يعانون من أمراض جينية الإعاقات الحركية البتر وغيرها أو الإعاقات النفسية فنأكد أن الإعاقات النفسية تعتبر إعاقة ولكن طبعاً هذا تحليلها يرجع للجنة الطبية العامة كل الحالة على أحده طيب دكتور في بعض الأحيان بين الأسئلة يعني يقول أنا مصاب أنزين بإصابة تمنعني من الحركة هل أستحق مثل التصريح الخاصة بالمواقف المعاقين نعم هو يدخل من ضمن فئة الإعاقة المؤقتة نسميها طبعاً بموجب التقرير الطبي يرسل إلى هيئة طرق المواصلات هم يدخلون على اللجنة الطبية العامة طبعاً نرد نقول نحن على نظام الرابط الإلكتروني فخلال 24 ساعة آخر 18 تقريباً كل الحالات وصلتنا ونقول للمجتمع اللجنة الطبية العامة تبت في الطلبات خلال 24 ساعة فياخذ إعاقة مؤقتة لمدة سنة على أن يتم إعادة النظر في الحالة إذا هو حاب أن يمدد تصريح الإعاقة المؤقتة لسنة أخرى طيب دكتور ذكرت أن يأخذ التقرير الطبي شو شروط التقرير الطبي نعم أشكر صراحة السؤال هذا لأن حالات وايدة يدخلونها على هيئة الطرق والمواصلات ونحن اللجنة الطبية نرفض الطلب نحن عملين نلغي الطلب ولا نرفض الطلب الإعاقة شرط يكون عندنا مثلاً تقرير يكون مختوم بختم المنشأة الصحية بختم الطبيب ويكون يعني لا يمر عليه أكثر من سنة يكون تاريخ التقرير الطبي أن يكون التقرير صادر من منشأة حكومية من مستشفيات هيئة الصحة البي أو بوظبي أو وزارة الصحة أو إلى آخر وتكون التوصية واضحة في التقرير أن هذا الشخص يعاني مثلاً من كسر أو عملية رباط صليبي أجراها في التاريخ الفلاني نحن ننصحها أنه يستخدم المواقف لمدة ثلاثة شهر أو ستة شهر أو ننصحها بإجراء علاج طبيعي لمدة مثلاً ستة شهر في موجب التوصية الموجودة طيب دكتور الآن ما نتكلم شوية عن جهود اللجنة الطبية العامة خلال الفترة منذ إنشاء قلت لي في عام 2008 صح دكتور؟ نعم 2008 2007 2007 طيب خلال هذه الأعوام خلني أنا أبتدي معاك من 2009 إلى 2015 خبرنا عن الجهود اللي صارت بحكم من أول سنتين نقول شوية سنتين تأسيسيات شوية للقوانين ولتفعيلها كذلك اللجنة يوم إنشاءت طبعاً كان نظام ورقي فكانت هنا الطلبات تخيل من المحاكم والبلدية والآخر ملفات 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 البنية فارتأت اللجنة نبني نظام إلكتروني وتم بناء تقريباً في نهاية 2008 فنحن عندنا من 2009 تقريباً كل الطلبات إلكترونية إلكترونية فعندنا مثلاً حتى طلبات إجازات المرضية للموظفين حكومة دبي كلها من 2009 إلى اليوم عندنا في النظام الإلكتروني التصاريح المواقف دول الاحتياجات الخاصة هو تم إضافة الخاصية أو الاختصاص للجنة في الفين وثمان عن طريق طلب من هيئة الطرق والمواصلات لمدير عام هيئة الصحة آنذاك فالفين وتسعة ندخل في تصانيف أو تصنيف التصاريح الإعاقة فالفين وتسعة مثلاً الإعاقة الدائمة تم منح خمسمية وتسعة وخمسين طلب إعاقة مؤقتة واحد وعشرين طلب الأمراض المزمنة واحد وستين كبار السن أربعة وخمسين والحالات اللي تم رفضها كان خمسة واربعين طلب المجموعة كم دكتور؟ المجموعة كان في ألفين وتسعة سبعمية واربعين طلب سبعمية واربعين طلب نعم مقارنة بألفين وخمستاش كان مجموعة خمسمية وستة واربعين الحين من ألفين وتسع لين ألفين وخمستاش خلال ست سنوات اللجنة الطبية نظرت في ثلاث تالاف وثلاثمية وسبعة واربعين طلب تم اعتماد تصاريح مواقف بعدد عفواً تم منح 3347 وتم رفض 720 طلب اللجنة ارتأت أن هالجماعة مستحقين للتصاريح التصنيف طبعاً الإعاقة الدائمة كان 316 المؤقتة 45 المزمنة 5 الحالات التي تم رفضها في بس في 2015 كان 180 طلب طيب دكتور أنا هنا أبغي أتطرق دي مسألة إذا كان الشخص عنده تصريح معين صادر من إمارة أخرى غير إمارة دبي يعني هنا أفكر إذا واحد عنده تصريح من إمارة الشارجة ويستخدم المواقف اللي في إمارة دبي هل هذا يكون ضمن المستحقين ولا يتم إصدار تصاريح خاصة فيه لازم تكون صادرة من إمارة دبي وأنت تطرق لموضوع نحن من ثلاث أسابيع عقدنا اجتماع صراحة مع اللجنة العسكرية في شرطة بوظبي اللي تعي في تصاريح المواقف الخاصة ونشكر الرائد الطبيب ريمة الحسني رئيس اللجنة الطبية على تفاعلها مع اللجنة الطبية العام كنا اللجنة نظرت في 3000 طلب فنحن نعتبر من أهل الخبرة مثل ما نقول في المجال عن مستوى الدولة فالتوجه حاليا لتوحيد الإجراءات نتكلم باب تقني نحن ما نتكلم على هيئة طرق المواصلات ومؤسسة النقل أو هيئة النقل في بوظبي أو وزارة المواصلات في الدولة بشكل عام نتكلم لجان طبية إذا نحن اللجنة الطبية وحدنا إجراءات بيننا فالموضوع أسهر إداريا أن يتم صرف التصريح حاليا وللأسف إذا الموظف أو الشخص خد تصريح مواقف من إمارة دبي يمكن أن يتوجه بوظبي تكون عنده صعوبة معين أنه يستخدم المواقف كنا مو مرخص من إمارة بوظبي وكذلك في الشارج والإمارات الشمالية نحن توجهنا أن نوحد الإجراءات على مستوى النظام الاتحادي وبدأنا حاليا في الاجتماع مع بوظبي مع الأخوان في اللجنة العسكرية وإن شاء الله خلال أشهر بنوصل الاتفاق إن شاء الله على تحديد الصفات وتصنيف الإعاقات طيب دكتور الآن يعني أنا وصلت عندي تقريبا ما بين دقيقتين معاك دكتور في هذا اللقاء قبل أن أتحول إلى العيادة الذكية ونصدف هناك أحد الأطباء بنخبركم موضوع العيادة الذكية شو بالضبط بس دكتور قبل أن تقلي المداخلة الهاتفية يعني ما أدري إذا محور نسيت أو شغل نسيت تتكلم فيها يعني أترك لك المجال ككلمة أخيرة تبغي توجهها نحن نشكر أولا الجماعة في هيئة الطرق المواصلات الإخوان وفي هيئة ترمية المجتمع على نظرتهم بالنسبة للإحتاجات الخاصة إخوان هم تراهم في المجتمع وكيف يراعون ونحن في هيئة الصحبة دبي نراعي دوم أن ندور لهم السعادة سعادة الشخص ذوي الإعاقة أو ذوي إحتاجاته الخاصة تفرق عن سعادة الشخص العادي وترى ما يطلب وايد يعني يمكن طلباتهم بسيطة أن يحصل موقف يمكن هذا من الطلبات لكن في نقطة اللي هو أتوجه فيها الدوائر دبي المحلية للأسف تصاريح المواقف اللي يتم إصدارها لا يتم تطابقها مع عدد الموظفين المعاقين في المؤسسات والدوائر الحكومية فمثلا أهيئة طرق المواصلات شاكرة أن عدد المواقف الخاصة اللي يتم وضعها ضمن الخطة المستدامة لبناء إمارة دبي يتوافق مع عدد تصاريح يتم إصدارها من اللجنة الطبية العامة فالحمد لله الجماعة ماخذينها الشيء بعين الاعتبار ضمن خطة الاستراتيجية لكن مثلا نشوف مثلا بلدية أو في هيئة الكهرباء أو أو مؤسسات بشكل عام مؤسسات الحكومية بشكل عام حكومية والخاصة الحكومية والخاصة بعد يعني نقول بشكل عام المؤسسات عدد المنظفين المنظفين ما نتحدر مع المراجعين الموجودين في المؤسسات يكون يمكن أكثر من عدد المواقف الموجودة الحالية يعني تحصل المؤسسة في عندها أربعة أو خمسة أو ست مواقف عدد المنظفين د�� إحتياجت اللي داومون في المؤسسسة هم ست فأنت تحط بعين الاعتبار موظفينك غير المراجعين فالمفروض يكون العدد يكون أكبر هاي تطرق ومواصلات يقولون نحن المؤسسات الحكومية هي لها السلطة أو عدد المواقف اللي عندها فلحن بس من طرفنا عن طريقها المنبر نرفع رسالة إعادة النظر في عدد المواقف الموجودة بالنسبة لدوحتيجات خاصة في المؤسسات الحكومية دكتور خلدون نبهان نائب رئيس اللجنة الطبية العامة بدبي نحن شاكرين لك يعني تواجدك معانا والرد على مجمل هذه الاستفسارات اللي وصلتنا فكل شكر لك دكتور نشكركم ونشكر الإدارة المعنية ومؤسسة نورد بي ونتمنى لكم اللي معتوا فيك إن شاء الله شكرا لك دكتور أيضا ننتقل الآن إلى العيادة الذكية هذه العيادة التي يعني تقوم بها هيئة الصحة في دبي كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع تتواصل في الهيئة من خلال نخبة من الأطباء والمتخصصين عبر عيادة الذكية لمناقشة العديد من الموضوعات اللي يتم اختيارها وفقا لأهمية وأولويات هذه المواضيع بالنسبة لخطط الهيئة وبرامجها التوعوية المستمرة على مدار العام اليوم العيادة تناقش مرض السل من حيث الأسباب والأعراض والمضاعفات وطرق الوقاية والعيادة تقدرون تتعرفون عليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال حسابات الهيئة في هذه الوسائل اللي هي تحت الاسم دي اتش اي اندرسكور دبي سواء في تويتر أو عن طريق الصوت والصورة من خلال برنامج البريسكوب أو بعض الوماضات التي تأتيكم لهذه العيادة عن طريق حساب الهيئة في الانستجرام اليوم نتواصل مع الدكتور جمال مصطفى خصائي أول أمراض صدرية بمستشفى راشد دكتور صباح الخير ويا ليه تعرفنا على ما يدور في العيادة الذكية اليوم يا صباح الخيرات أهلا بيك خانم أنا اليوم بنتكلم عن مرض الدرن وخصصا مرض الدرن الرئوي وده أعراض وكيفية الإصابة ومضاعفات وكيفية العلاج دكتور عطنا ملخص ملخص وتعريف عن هذا المرض المرض الدرن هو مرض أو السل ده مرض ملزمن يصيب أجهزة مختلفة من الجسم ممكن أن يصيب الجهاز التنفسي يبقى دارا رئوي يصيب العضو يبقى دارا في العظام يصيب الغدد الإنفوية يصيب الجهاز البولي التنسولي يعني إذن بيأثر على الجسم عموما الإصابة دي بتحدث في لازم يكون في استعداد خاص في الشخص للإصابة بهذا المرض غالبا غالبا زي ما كان المناعة تكون أقل من غيره دي حاجة الحاجة التانية أنه يكون بعض أحيانا عنده أبراد مزمنة زي السكر بعفته أو بيأخد أدوية مصبتة المناعة دي من أهم الحاجات اللي يتساعد على وأحيانا يحصل في بعض الأشخاص العاديين بس الشرط أن يكون بيتعرض لشخص مصاب بهذا المرض لفترة طويلة ويكون مخالط له مخالطة قريبة جدا يعني يكون عايش معاه في نفس الغرفة زي ما بحصل في بعض الناس اللي عايشين في في كامس وأكتر من واحد في غرفة واحد منهم مريض يوم يصيب المخالطين معاه بهذا المرض وده اللي بحصل يعني في المجتمعات اللي هي القريبة من بعضها واللي فيها ما فيش تهوية جيدة وما إلى ذلك المرض ده متوطن متوطن في تسير من الدول الجنوب شرق أسيا موجود في بعض الزول إفريقيا الدول اللي هي شوية المستوى الاجتماعي قليل التغذية مش جيدة التهوية النظام الصحي مش جيد وهكذا فإذا لصبت تحدث بين الفرد مصاب وأشخاص مخالطين ليه طيب دكتور لفترة طويلة دكتور هني يمكن يمكن نحن الإعلام والدراما يعني بالتحديد دايما ما يطلعو لنا الواحد إذا إن صعب السلة إن يموت هذا المرض هو مرض خلنا نتكلم الآن يمكن شفاءه ويمكن أيضا الوقاية منه تمام تمام كلام الممتاز الأول صحي كان تمام الشفاء منه تقريبا صعب وكانه بيظاله برة يعني في الاربعينات وقبل كده كان مجرد يعيش في مكان مفتوح مكان جيد التهوية وجيد الإضاءة علشان بكروب ينزل على طول فضوء الشمس بيموت مباشرة يعني معظم المصاحات كانت بعيدة عن المدن وفي مكان مفتوح وحدائق مفتوحة وتغذية يحتموا بتغذيتهم بمجردنات وغيره علشان يأول مناعة بعد كده تم اكتشاف المضادات البكتيريا الضرانية تم استحداث مضادات كتيرة وظهرت على مدى العقود المضية فبدأت كتير من الأول درجة المعادلات الإصابة كانت الأول من عشرين لتلاتين حالة لكل مئة ألف على مستوى العالم الوقت نزلت بعض الدراسات الأخيرة بعض الدول بقت عشرين ونزلت لتناشر وهنا في داخل دولة الأمارات الحمد لله ما فيش أكتر من خمسة لكل مئة ألف تقريبا ومعظمهم بين الغالبية بين الوافدين من دول جنوب شرق آسيا ومن دول الفريق وهكذا فإزا العلاج وحاليا أي حالة اصابة موجودة حين أو في أي بلد بقى المريض لا يترك إلا لما يعالك تماما ويتابع شهريا وما بيخرجش المستشفى إلا لما نجد المكروب اختفى من البلغان بتاعه بحيث ما يخلطش ناس آخرين ويعديهم ويصبهم وهم خلطين بنفحصهم وما كمان وبين لو حصل أي إصابة بنعالكم هني دكتور في منظمة الصحة العالمية قالت إن حوالي ثلث سكان العالم لديهم سل خافي يعني الجرثومة إن هذين مصابين بالعدوى بجرثومة السل لكنهم غير مصابين بالمرض بعد ولا يمكنهم أيضا أن ينقلوا هذا المرض لأن مثلما ذكرنا المرض هذا ينتقل عبر الهواء تمام تمام كلام ممتاز أنا جاء ما ذكرت قلت من عشرين بالضبط من عشرين لتلاتين تلاتين تلاتين في كل مئة ألف يعني تعريبا عشر بالمية بالضبط عدد كبير اللي هما الجرثومة الكاملة كاملة تبقى موجودة في الجسم اللي الواحد يتعرض بيحمل المرض ولكن ليست علي أعراض الأعراض المستمرة المزمنة اللي بقى لها أسابيع الحمى اللي بتروح وتطلع وتنزل نقص الوزن فقدان الشهية للطعام العرق في الليل الخصية في الوزن بشكل ملخوظ الأعراض ليش موجودة عليه هو مش شخص سليم تماما وأشاعاته سليمة فحوصات الدم بتاعته كلها تقريبا كويسة معادة بعض الفحوصات اللي بتقول والله ده حامل المرض كامل المرض كامل عنده معناها إن المكروب أخده بس تصورة بسيطة ما خدش جرعة عالية تسبب المرض فحصل عنده نوع من المناعة الجزئية وغير معدي هذا الشخص غير معدي للمخلطين به لكن لو حصل لأي سبب إن منعته بدأت تضعف ده سكر أو بيأخد أدواء مصبتة المناعة ينظهر عليه المرض وفي هذه الحالة الأعراض تبان والمرض ممكن ينظهر على الجهاز التنفسي مسبب التهاج في الجهاز التنفسي يروح الغذر الانفاوية وسبب الغذر بشكل صحيح فإن الشخص يكون المصاب السل معرض إلى الوفاة طبعا تماما يعني لو ما خلش علاجه تماما بيحصل مضاعفات المرض التلايه في الرئة التهبات شعبية مزمنة تمدد شعبي فشل في التنفس وتنتهج الوفاة لأنهم بيخلش بقى ده عدم انتزام أولا ما بيخلش العلاج المصبوط وغير الاتزام ولأن العلاج بتاع هو بيشت شهور لتساع شكور ففي بعض المرضى يقول لك لا ده أنا هاخد العلاج فترة طويلة ياخد يوم ويعطي يحصل مشكلة إن هو يتعب أكتر ويبقى عنده المكروب مقاوم للأدوية وينشر هذا المكروب مع المقاومة خطوطه نعم دكتور جمال مصطفى خصائي أول أمراض صدري بمساشفة راشد نحن شكري لك هذا الوقت ونرجعك العيادة الذكية ونخبر المستمعين اللي يبغي المزيد من المعلومات ممكن أنه يتواصل مع العيادة الذكية عبر حسابات الهيئة في تويتر على DHA underscore دبي أو عن طريق الوسمة أو الهاشتاغ العيادة الذكية أو Smart Clinic إذا باللغة الإنجليزية شكري لك دكتور ونتمنى لكم التوفيق شكرا جزيلا إذن مستمعين الوقت قد أزف وبسرعة يعني دائما يطوف علينا الوقت بشكل سريع معاكم وهناك الكثير من المواضيع اللي كنا حابين اطرحها وفي الكثير من الاستفسارات كذلك لكن نحن برنامجنا يومي من الساعة عشر لساعة هدعش فتواصلوا معنا دائما وحتى بعد البرنامج عن طريق التوفيق التواصل اللي انتو تعرفون مع الهيئة سواء عن طريق الحسابات الخاصة بالتواصل الاجتماعي أو عن طريق مركز الاتصال ثمانين ثلاثة أربعة ثنين ثمانين دي أتش فنحن مستعدين للرد على جميع استفساراتكم عموما وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم لا أملك لنا نتوجه بالشكر لمخرجنا عيسى سبيل ومن التنسيق لأخت أشواق مسعد وفريق قسم الإعلام وهذه تحيات محدتكم محمود يوسف العلي ونقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي